لكن في البداية طبعا هنتكلم عن الفريق الاول في النادي الاهلي الفريق الاول ان شاء الله اللي بياخوض ست مباريات قادمة ان شاء الله هم يعني بطولة الدوري تركيز لعب النادي الاهلي ومسيماني كل مباراة لوحدها كل مباراة بنعتبرها كأنها بطولة كاس ده الاستعداد بكرا النادي الاهلي ان شاء الله عنده مباراة مهمة أمام الاسماعيلي وإحنا بنتكلم عن مباراة الاسماعيلي النهاردة المنافس سنة الزمالك بيلعب أمام الاتحاد السكنداري لكن احنا في المقام الأول اللي يشغلنا النهاردة المنافس بيلعب مع مين أو ضد مين كل تركيز لعب الناد الأهلي على اللعيبة وعلى الجهاز الفني على دكة البودلاء كل التوفيق لهم وزي ما احنا شايفين دلوقتي في الصورة أمامنا كابتن وليد سليمان اللي بياخد المرحلة الأخيرة من العلاق خلاص وليد سليمان النهاردة بدأ يشارك في أجزاء من التدريب الأسبوع القادم بعد تواصلنا مع الدكتور أحمد عبلا والجهاز الطبي إن شاء الله وليد سليمان الأسبوع القادم في التدريبات برضو عايزة حط صورة المصابين مع حضراتكم صورة المصابين في الناد الأهلي علشان نطمنكم على كل الفرقة النهاردة عندنا بدر بنون أجرى المسحة التانية للأسف برضو ما زالت إيجابية لكن هيتم إن شاء الله المسحة التانية يوم الخميس القادم بنتمناله الشفاء العاجل بدر بنون من اللعيبة اللي هي تقولها برضو متولي محمود متولي بعد غياب فترة طويلة عن الملاعب بدأ يرجع ويشارك في المباراة حتة الإجهاد ده شيء طبيعي جدا لكن الدكتور طمننا وإن شاء الله يكون موجود برضو هو يشارك فيه التدريبات والحمد لله الأمور بسيطة جدا كريم ندفد ومحمد محمود خلاص دلوقتي الأمور بقت طبيعية جدا نشوفنا كريم ندفد في المباراة السابقة كان موجود على دكة المدلاء كريم ندفد ومحمد محمود بيشاركه بصفة طبيعية وإن شاء الله يكونوا متواجدين خلال الفترة القادمة في المباراة الاتنين مكسب كبير جدا ولعبة كرة كبار في النادي الأهلي برضو بنطام من جمهور النادي الأهلي على طاهر محمد طاهر طاهر محمد طاهر الحمد لله النهاردة موجود في قائمة مباراة النادي الأهلي غدا للإسماعيلي هقول برضو لحضراتكو قائمة الناد الاهلي اللي اعلنها بيتسو موسيماني مدير الفان الناد الاهلي مباراة الاسماعيلي غدا القائمة تضم محمد الشناوي علي لطفي مصطفى الشبير في حراسة المرمى في الدفاع محمود وحيد رمي ربيعة ياسر ابراهيم ايمن اشرف علي معلول اكرم توفيق محمد هاني في خط الوسط محمود كهرباء حمدي فتحي حسين الشحات اليو ديانج عمر السلية مجد افشا طاير محمد طاهر ده اللي موجود النهار ده فيه مباراة بكرة ان شاء الله بنتمنى لكل التوفيق جني راجائه وفي الهجوم بواليا ومحمد شريف وصلاح محسن طاير محمد طاير كان غايب المباراة السابقة علشان كان عنده كدمة في صبع رجله لكن الحمد لله الدكتور طمنا موجود بكرة فيه مباراة بشكل طبيعي جدا دي قايمة مباراة الناد الاهلي لمباراة الاسماعيلي دايما واحنا عارفين مباراة الاهلي والاسماعيلي دايما مباراة كبيرة مباراة فيها ندية مباراة دايما فيها كرة حلوة الاسماعيلي نادي كبير وايضا النادي الاهلي نادي كبير فدايما مباراة الاهلي والاسماعيلي بيكون فيها ندية طبعا عندهم كابتن هاب جلال مدير فني كبير لكن في النهاية هدف النادي الاهلي هدف كبير بطولة الدوري البطولة المحببة لجماهير النادي الاهلي شكرا